من الحاجات اللي مهمة جداً الفترة دي أشرف بن شري ملف أشرف بن شري أشرف مكمل مش مكمل النهاردة يتقال خلاص إنه هو مش هيكمل مع الفريق ونهاية عائده هيبقى 30 أغسطس مع نهاية الموسم شايف الفترة الأخيرة الأشرف بن شري شوه الأخيرة الأشرف بن شري عاملة زي معناه دي الزمان هو ترجم الفترة الأخيرة في مباركة النهاردة يعني هو راجل مستوى ثابت راجل كان ورق ربحة في كل البطولات اللي كانت نازمة طبعاً بيحصدها أهي ممكن بس الفترة اللي فاتت من حوالي إلى حد ما أسبوعين تلتا كانت مستوى إلى حد ما طبعاً طبعاً الله يكون فعونه والضغوط اللي عليه والعروض الكبيرة جداً اللي بتجيله والكلام اللي بتقال رايح هنا هيجدد لا ده قاعد لا ده ماشي لا ده ولا عزي يمشي مهما كان هو لعيبه بشر وبيحصة طبعاً بوصله طبعاً الكلام ده لكنه الحقيقة النهاردة قدم يعني عاز أقول حاجة مش هتتمحي أبداً إن هو أخلص لآخر اللحزة وكان سبب كبير جداً وبان تأثر الجمهور واللعيبة طبعاً عن النهاردة بتمنعه التوفيق طبعاً وكان في ميزاً هو واضح كان ممكن جداً ياخد عنادي الزمالك ويفضل أنا معاكم وأمور زي كده وتلاقيه شأن وشأن الناس العيبة قبل كده كانوا ما كانتش عندهم حتة الإخلاص والانتماء قوي فبتلاقيهم في يوم وليلا لحهم هدهم لكن هو النهاردة رجل واضح بلعب لآخر اللحزة بشارك مع الناس الزمالك فيه إخلاص لآخر دقيقة فيه أمان لآخر دقيقة مش كده النهاردة كاميري الزمالك هتفيت له كتير يوه يستحق والنهاردة بيقدي وده نموذج حضرتك لازم نشوفه برضو إن اللعب لازم يقدي لآخر لحظة في النادي اللي بنتامي ليه فعقده آه عارفت أنت عادي بحلول المسلمات بالمناسبة بس هيا ما بتتمدش عندنا اللحتي عندك عقد وانا قلت الكلام ده مبارح احترافية وانت حر بعد كده جميل تزعل بقى كالنفسها تكمل ما تكملش بس هو ما عملش حاجة غلط لا خالص هو منطلل احترافاء اللي عمله وراجل حتى ما عملش حسابه ولا قلق من جمهور ينتقدوا إنه هو يمشي وحاجات زي كده راجل تعمل باحتراف زي ما حكا قلت من أول دي قال موجود لآخر دي الأهم إنه هو بيقدي يعني ممكن أنا شارك بمجرد أنا شارك وقولوا يا أخي جماعنا بلعبه لآخر مباراة لكن إنه هو يبقى حريص على على إنه هو تبقى نهايته أو في معنات الزمالك كمباريات إنه هو يبقى سبب كبير في المكسب أو جمهور يهتف له أو بأداءه الراكدة ده حاجة تحساب له وأتمنى إن شاء الله إن كل اللاعب ياخدوا مسأل قدامهم بعد كده لازم تقدي من أول ديئة لآخر ديئة صدقني لو عمل غير كده ربنا ما وفقه شفاء مكانتين شكرا